بسم الله الرحمن الرحيم أحبابي في الله السؤال وردني حول الرهاب الاجتماعي الإنسان أحيانا يخاف من المجتمع من حوله وتتشكل لديه عقد نفسية مع استمرار الزمن يصبح أكثر خوفا أكثر قلقا لا يستطيع أن ينام أحيانا أحيانا قلبه ينبض بسرعة إذا واجه أقل موقف يحمل هموم كثيرة يفكر كثيرا كيف سيواجه هذا الموقف أو كيف سيتعامل مع هذا الإنسان فتجد غالبا ما لديه هذا النوع من الرهاب الاجتماعي ينعزل يميل للعزلة للوحدة يعني يشعر بالراحة مع نفسه طيب ما هو الأولا قبل أن نقول أيها الأحبة بعض الآيات القرآنية وبعض المفاهيم التي ينبغي أن ندركها للتخلص من هذا الأمر السيء نقول ما هي جذور هذا الأمر لماذا نشأ هذا الأمر الحقيقة أحبة في الله الإنسان عندما تكون ثقته بنفسه ضعيفة في عقله الباطن تتشكل مجموعة من الأفكار هذه الأفكار تخبره بأن هذه المواجهة قد تسبب له خجلا أمام الناس قد تسبب له موقفا محرجا قد تتسبب له بأنه لا يستطيع أن يرد أو يخشى من الخطأ يخاف من أن يخطئ أو يغلط في كلامه أو في رد فاله الحقيقة هذا الأمر أحبة في الله جذوره هو عدم معرفة الله حق المعرفة سأقول لكم كيف أنا عندما أتعرف إلى ملك عظيم ويؤمن لي الحماية الكاملة هل أشعر بالخوف سؤال أحيانا إنسان يتعرف إلى شخص ذي سلطة ذي مال من ذوي يعني رجل غني جدا لديه سلطة لديه شهرة ويصبح في كنف هذا الشخص في حماية هذا الشخص يشعر بقمة الإطمئنان ويصبح لديه قدرة على المواجهة أكثر لأن لديه حماية لديه حصانة لديه نوع من السلطة يستمدها من هذا الشخص القوي الحقيقة أحبة في الله ما أردت أن أقوله لكم الآن كيف بك إذا تعرفت للواحد القهار إذا أدركت في كل ثانية أن الله معك أن الله يحميك هذا رقم واحد كيف بك إذا أدركت أن كل كلمة تنطق بها مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى الإنسان أيها الأحبة كتب عليه عمله منذ أن كان جنينا في بطن أمه 42 يوما كتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد أي من أصحاب الجنة أو من أصحاب النار هذا في علم الغيب عند الله والله تبارك وتعالى لم يفرض عليك ما تفعله لم يفرض عليك الإيمان أو الكفر هو يحب لك الخير يحب لك الإيمان يريد لك أن تؤمن ولا يرضى لعباده الكفر ولكن أنت عندما تخالف هذه الأوامر والتعاليم وتقذف بنفسك في نار جهنم أنت المسؤول ينبغي أن تلوم نفسك الشيطان لما قضي الأمر ماذا يقول فلا تلوموني ولوموا أنفسكم لوم نفسك أنت فقط أنت المسؤول إذن رقم واحد أن تتصور أن الله معك قريب منك يحميك يحفظك يوجهك باتجاه الخير فلا تخشى الخطأ رقم اثنان أيها الأحبة عندما تلتزم بتعاليم القرآن وتشعر أن الله سبحانه وتعالى يهديك للطريق الحق وتستيقن أن كل شيء مكتوب عليك يذهب القلق تماما أنا عندما أعلم أن رزقي لن يأخذه أحد غيري يطمئن قلبي عندما أعلم أن الموت مقدر علي يقينا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله عندما أعلم أن كلامي مقدر وعملي مقدر طبعا بنفس الوقت أنا الذي أختار ولكن هو مقدر في علم الغيب قبل خلق الكون كل شيء مكتوب أيها الأحبة فهذا الأمر عندما أعرفه الحقيقة هذا يعني يمنحني شيء من الطمأنينة يمنحني شيء من الهدوء النفسي يمنحني قوة في المواجهة الآن رقم ثلاثة وهذا مهم جدا آيات قرآنية ينبغي أن نفهمها أولا قبل حفظها ينبغي أن تتدبر هذه الآيات وأن تفهمها وتدرك معانيها وتتأمل ما فيها من معاني حتى تصبح هي التي تحرك عقلك الباطن ليس الأفكار التي اكتسبتها والخوف الذي يعني سيطر الشيطان به عليك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون الشيطان دائما يخوف هذا الإنسان يعني الشيطان هو عامل مهم ينبغي أن يؤخذ بالاعتبار أولا ينبغي أنت إذا كان لديك خوف من المجتمع ينبغي أن تعلم أن هناك شيطان أول شيء تستعيذ من هذا الشيطان تكثر من قراءة القرآن لا تنام إلا وأنت متوضع لا تخرج من بيتك إلا وأنت متوضع لا تفعل أي شيء دائما الطهارة ينبغي أن تكون على مدى 24 ساعة طاهرا متوضعا الوضوء سلاح رقم واحد ضد الشيطان أيها الأحبة دائما استمع إلى القرآن واليوم أجهزة الموبايل كثيرة ومتوفرة تستمع إلى القرآن أثناء النوم وتتأمل آيات القرآن هناك آيات ينبغي أن تركز عليها لمواجهة المصاعب سأعطيكم بعض الآيات بسرعة التي أنا أستخدمها حقيقة أو لا أقول أستخدمها ألت ألجأ إليها وأكررها إذا كان لي حاجة عند شخص أو كان لدي مشكلة أو كنت أخاف من موقف معين أقرأ هذه الآيات طبعا الفاتحة وقل هو الله أحد والمعوذتان هذه السور الأربعة ضرورية جدا تفتتح بها قراءتك ثم وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان النصير رقم واحد رقم اثنان وقل ربي أنزلني منزلا مباركة وأنت خير المنزلين رقم ثلاثة آية الكرسي هي آية الحفظ تقرأ آية الكرسي مهمة جدا أيها الأحبة آية مهمة أنا دائما أو غالبا ما أكررها وبخاصة عندما يعني يكون هناك نوع من اليأس واليأس هو كفر على فكرة إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون إياكم واليأس هذه الآية تشعرني أنا شخصيا أشعر بالإطمئنان وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم هذه الآية تجعلني في مواجهة المواقف الصعبة مطمئنا أعلم أن هذا الأمر مكتوب إذا كان فيه ضر لن يكشفه إلا الله إن كان فيه خير لن يرده إلا الله لا يستطيع أحد أن يمنع عنك الخير فلذلك يذهب القلق تطمئن نفسك نفسك هذه تطمئن ونختم بهذه الآية الكريمة أحفظوها رجاء وكرروها وبخاصة سبع مرات الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا مطمئنة بذكره والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر